الثياسة والتاريخ الآن أحاول التحدث عن ميزان القوى الكبلية عند بيعة أبي بكر هل كان هذا الميزان يسمح لعمر أو لغير عمر بالاعتداء على بيت الزهراء هذا السؤال من المعروف أن خلافا فياسيا مؤقتا حدث بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأنصار بادروا إلى سقيفة بني ساعدة لتعيين رئيس عليهم قبل أن يلتحك بهم بعض المهاجرين ثلاثة فيناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب أبي بكر الذي كان أبو بكر من أصغر قبائل قريش وهي تيم ولم يكن معه من رجال قريش إلا أبو أبيدة ابن الجراح وأمر بن الخطاب الذي كان ينتمي هو الآخر لقبيلة ضعيفة هي عدي وهذا ما أدى إلى توقف البطون الكبرى من قريش كبني عبد مناف وأمية وأسد وبني زهرة وبني مخزوم عن بيعة أبي بكر لفترة ثم بايعوه يقول ابن قتيبة الدينوري أن بني هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب واجتمعت بني أمية إلى أثمان واجتمعت بني زهرة إلى سعد وعبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد مجتمعين فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبو أبيدة وقد بايع الناس أبا بكر قال لهم أمر ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد باعته الأنصار بعد ما جاءوا من السقيفة وكان من بين الرافضين في البداية زعيم قريش القبلي يعني أبو سفيان حيث ذهب إلى الإمام علي يحرظه ضد أبي بكر قائلا أرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم تيم يعني أبو بكر أقصد ثم عرض عليه أن يبايعه فقال له أمدد يدك أبايعك فلأملأنها عليه خيلا ورجلا وأيده في ذلك العباس بن عبد المطلب الذي قال لعلي أيضا أمدد يدك أبايعك وأأتيك بهذا الشيخ من قريش يعني أبا سفيان فيقال أم رسول الله بايع ابن عمه ويبايعك أهل بيتك فلا يختلف عليك من قريش أثنان والناس تبعون لقريش ولكن لحظة المعادلة كيف كانت ولكن الإمام علي رفض الاستجابة لهما لأبو سفيان وإلى عباس دون أن يخفي امتعاضه من بيعة أبي بكر في البداية كيف تجاوزتوني وانتخبت واحد من دون ما أنا أشارك فيه عملية الانتخاب ويبدو من خلال قول العباس لعلي الذي يتضمن تحليلا للواقع السياسي وتنويها بدور قريش وبني عبد مناف أن سيطرت أبي بكر على الأمور لم تتم ببيعة السقيفة مباشرة إذ لم يحظى بصوت الأكثرية من المسلمين أو من قريش وإنما بقيت بيعته معلقة حتى بايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة ولو كان على علي قد استجاب لدعوة العباس وأبي سفيان لكان قلب الأمر على أبي بكر والأنصار لأنه كان يحظى بأكبر وأقوى الأصوات ولكنه أحجم عن المنافسة وانسحب من أمام أبي بكر خوفا من إحداث شقاق بين المهاجرين أو بينهم وبين الأنصار وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أبي بكر يقول الطبري حدثنا أبو صالح الضرار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن مؤمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن فاطمة والعباس أتى يا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلباني أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهم أبو بكر أما أني سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدق إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليلا فمكتت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفيت قال معمر فقال رجل للزهري أفلم يبايعه على ستة أشهر قال لا ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي لم يبايع أبو بكر أحد من بني هاشم حتى بايعه علي فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلى أبي بكر أن يأتنا ولا يأتنا معك أحد وكره أن يأتيه أمر لما علم من شدة أمر فقال أمر لا تأتيهم وحدك قال أبو بكر والله لأتي أنهم وحدي وما عسى أن يصنعوا به قال فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبو بكر إنكار لفضيلتك ولا نفاس عليك بخير إن ساقه الله إليك ولكننا ولكننا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم بي علينا رحت كيفكم انتخبت واحد ثم قال علي موعدك العشية ثم ذكر ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فلم يزل علي يقول ذلك حتى بكى أبو بكر ثم قال علي موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر علي ببعض ما اعتذر قال هكذا اعتذر مني علي ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فضايعه قالت قالت عائشة تروي الرواية هذه فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت قالت فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الحق والمعروف هذه الرواية يرويها الطبري وهذا ما يؤكد أيضا وهذا ما يؤكده أيضا المسعودي في مروج الذهب وهذا مؤرخ شيعي معروف وابن الأثير في الكامل في التاريخ حيث ينقل عن الزهري قوله باقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها فبايعوه وكذلك ابن أبي الحديد المعتزلي أيضا يروي هذه الرواية الذي يقول وأما الذي يقوله جمهور المحدثين وأعيانهم فإنه عليه السلام كان يوم عليه امتنع من البيعة ستة أشهر ولزم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليه السلام فلما ماتت بايع طوعا وينقل ابن أبي الحديد عن صحيحي مسلم والبخاري أنه لما ماتت فاطمة عليه السلام خرج من بيته فبايع أبا بكر وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر ومع بيعة الإمام علي لأبي بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول طويت صفحة الخلاف بين الإمام علي وأخوانه من السابقين والمهاجرين والأنصار قضية شخصية قضية يعني قضية مدينية لأن خلافة أساسها مو من الدين الخلافة لم تذكر لا في القرآن ولا في أحاديث النبي خلافة مسألة مدنية مسألة أرفية مسألة عقلية مسألة اجتماعية سياسية مو مسألة دينية لذلك المم علي كان يرى نفسه أو لا ثم انتهى الموضوع طويت هذه الصفحة وعمل وده والحب والتقدير والتعاون في سبيل الله والدفاع عن الإسلام إلى حد تزويج الإمام علي ابنته وأم كلثوم من عمر بن الخطاب طيب بنت بعدين بنت فاطمة الزهراء وتسمية ثلاثة من أبنائه باسمي أبي بكر وأمر وأثمان وقبورة موجودة حوالي كربلا هو أخوة العباس استشهدوا في كربلا ولكن بعض الطائفيين حاولوا يغيروا بالأسماء سموا أو بكر بكر وأمر سموا أمران حتى لا يكون يغيروا التاريخ يعني مع النسف الشديد ذلك الأمر الذي يؤكده الموقف الشيعي الإيجابي من الشيخين وأموم الصحابة ما كان مشكلة كبيرة والثابت عبر الروايات المتواترة من الشيعة والسنة والذي قدمناه في الصفحات الآن فتحدثنا في حلقات سابقة عن الموقف الإيجابي من أموم الشيعة وكبار ما يعرف بالحزب الشيعي ذلك الأيام من أموم بكر وعمر وأصلا دخولهم في دولتهم وصاروا ولاات هنا وهناك أو مسؤولين في الدولة دولة عمر كانت شيعية أساسا لو تشوفون ولاة عمر تعرفون دولة عمر قامت على أكتاف الشيعة وكانت يمكن نقول دولة شيعية كانت إمام علي كان نائب عمر كان ما يسافر يجب مكانه والولاة كلهم هم ذولة أو سلمان الفارسي وعمار والمقداد وفلان كلهم كان هم وولاة أمر ما جاء بأقرب أحضهم ولكن بعض الروايات تقول أن الإمام علي أخذ يقاوم أبا بكر رواية أخرى اختلقت بعدين أخذ يقاوم أبا بكر وأنه أركب فاطمة على حمار وراح يدور بها في طرقات المدينة ليلا استجلابا لدعم الأنصار له وأنه اعتصم مع الزبير وعدد من المهاجرين في بيته وحملوا السلاح استعدادا للمقاومة مما دفع أبا بكر إلى أن يرسل أمر إلى فاطمة الزهراء ليهددها بإحراق البيت عليهم على هؤلاء المعتصمين بداخل البيت أو يخرجوا للبيعة بالقوة يعني وأن الإمام علي قد أجبر على بيعة أبي بكر هكذا تقول بعض الروايات ولكن الميزان العام لمعادلة القوة تعرفون كلهم كانوا قبائل قبائل القرشية الكبيرة كانت إلى جانب علي ما كانت راضية ببيعة أبي بكر في البداية والجو العام لتطور الأحداث يستبعد الرواية هاي السابقة التي تتحدث عن ممارسة العنف في أخذ البيعة لأبي بكر فإذا كان أبو بكر قد ترك سعد بن عبادة ولم يجبره على البيعة فقد كان أضعف من أن يجبر أن يجبر الإمام علي على البيعة وأبعد من أن يأمر باقتحام داره وجلبه بالقوة ضعيف كان أو يسمح لأي أحد بتهديده بإحراق بيته عليه وهو ما تقوله الأسطورة التي نشأت في القرون التالية وحملت بين طياتها تفاصيل أسطورية أخرى أبعد ما تكون عن الحقيقة مثل ضرب أمر للزهرة وحرق باب بيتها فعلا والتسبب في إسقاط جنينها وكسر ضلعها أثناء الهجوم على بيتها هو الأياذ بالله وهنا يحق لنا أن نتساءل هل تقاوم هذه الأسطورة الرواية الأولى الميا الرواية تحدث أنه بيعة وراحة وإجاء تعاونوا وشتركوا ودخلوا في نفس الدولة هذه رواية ثابتة متواترة من السنة والشيعة هذه الرواية الأخرى اللي ضعيفة أو إشاعة هل تقاوم تلك الرواية الأولى وهل هي رواية متواترة أم هي خبر أحد وقلنا في كلمة سابقة أن خبر الأحد ما ينقض اليقين ما ينقض المتواتر والمؤكد والقطع أو أنها إشاعة سخيفة وهل هي مسندة بشكل متصل أم مقطوعة ومرسلة وغامضة ومتناقضة ومجهولة وهل هي قديمة ومعروفة في الأجيال الأولى أم نظرية حادثة في الأصور المتأخرة ومختلقة من قبل بعض الناس يقول ابن أبو الحديد في شرح نجيل بلاغة اختلفت الروايات في قصة السقيفة فالذي تقوله الشيعة وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيرا منه أن علي عليه السلام امتنع من البيعة حتى أخرج كرها وإن الزبير ابن العوام امتنع من البيعة وقال لا أبايا إلا علي عليه السلام وكذلك أبو سفيان ابن حرب وخالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد الشمس والعباس ابن عبد المطلب وبنوه وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وجميع بني هاشم وقالوا إن الزبير شهر سيفه فلما جاء أمر ومعه وجماعة من الأنصار وغيرهم قال في جملة ما قال خذوا سيف هذا فاضربوا به الحجر ويقال إنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجرا فكسره وساقهم كلهم بين يديه إلا أبي بكر فحملهم على بيعته بالقوة ولم يتخلف إلا علي عليه السلام وحده فإنه اعتسم ببيت فاطمة عليه السلام فتحاموا وإخراجه منه قسرا مردوا ويقتحموا عليه البيت وقامت فاطمة عليه السلام إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه عركة يوم يعني فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئا فتركوه وقيل إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه وقد روى أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري كثيرا من هذا هذا الراوي الآخر الشيعي يعني الطبري فأما حديث التحريق وما جرى ما جراه من الأمور الفضيعة وقول من قال أنهم أخذوا علييا عليه السلام يقعد بعمامته حطوا برقب توجراء يعني والناس حوله فأمر بعيد والشيعة تنفرد به هذا هذا ابن أبي الحديد يقول المعتزل المعتدل على أن جماعة من أهل الحديث قد رووا نحوه وسنذكر ذلك قال بعض أهل الحديث هم رووا بعض الروايات دخل نشوفها بعدين ما هي قيمة هذه الروايات وإلى حلقة أخرى حول هذا الموضوع نستعرض الروايات واحدة بعد أخرى ترجمة نانسي قنقر